كيف كون؟ إن شاء الله ستكونوا خير حقيقة يعني بصراحة يا برج السرطان في منكن اللي حاسس حاله وحيد من الوضع يعني قافل على كل شي وخلاص دير ظهره وكأنه فقد الأمل ويعني أنا بشوف أنه يعني بعده بيحب الشخص هذي بس عم شوف حالته يعني حاسس بالوحدة فممكن يكون الشخص هيدا يعني متزوج يعني إنه طالع لي الورقة هيدا كتير أو تزوج ولكني شايفها بعده متمسك فيك يعني ومتمسك يعني إذا كان حدا ثاني يعني متمسك الطرف الثاني فممكن يكون مش قادر يعني ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكم أو يفكر بالزواج منك يعني وفي وجود الطرف الثالث لأن شايفك تعرضت لخيبة أمل كبيرة خلتك تبعد وتتغير وكأني شايفاك مخبي يعني مخبي بيختفي ومخبي حزنك جواتك كأنك حدا وحيد كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك يعني أنا حاسة أنه الشخص هذا يعني محتاج مساعدة ودعم كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي أنا هات الشي ليش حضي هيك ليش كل ما بلش الشغلة هذي يعني يعني بيصير هيك ليش ما في حض وليش ما في حض أساعدني والشخص هذا شايفه كأنه عارف أنه سبب لك حزن حقيقة حقيقة شايفها يعني عم شوف في حسرة بقلبك كأنها يعني مخلية مكان لليأس شايف الماضي مؤثر عليك أو الظروف اللي حواليك حاسك يعني حابب تغتاح كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لتغتاح يا برج السرطان وتستشفي وتضم حالك بحالك لأنه هذا أول شي الصح أنت لازم تعمل استشفاء لمنكن اللي في الوضع هذا لازم أول شي تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك فاحب بشرك أنه فيه تغيرات جاي بطريقك يا برج السرطان فشو بيقلك تعرف الوضع هذا أنه المساعدة حواليك وأفضل شي تعملو أنك تتقرب من الله وتدعي وتعمل مديتيشن يعني تدعي يعني من قلبك جواتك وتفكي بتفكير إيجابي وبعد نظر عن الشغلات اللي صارت لأنه في النهاية الحزن ما رح يزيدنا غير مشاكل مرض وقلاق يعني ما رح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك فاحب بإلك أنه فيه تغيرات جاية بحياتك يا برج السرطان لأنه طالع لك ورقة الشمس طالع لك ورقة الشمس فيه أحدات وشغلات إيجابية جاية بطريقك وهي علامة على فرحة لأنه جاية لك ورقة الشمس ورقة الحب رح وريها لك يا برج السرطان أنا سحبت أوراق طالع لك ورقة الحب يا برج السرطان وراء ورقة الشمس فيه يعني شغلات جاية بطريقك وفرحة فالشمس رح تطلع ورح تضيء رح تضوي طريقك يعني إما ستصبح العلاقة هذه أكثر انفتاحا أو أنها ستنتهي للسماح لعلاقة أفضل للحصول عليها لأنه الشمس هي تشير إلى أشياء إيجابية احتفال ممكن خطوبة عمل يليق مقامك زفاف وفي شيء يعني في باب يا أرشي على أوراق المكان وفي باحث رح ينفتح لك يعني الأمور إجت مرتبة يعني مو معقول تكون صدفة يبرج السرطان في باب رح ينفتح لك شغلو إجا فوق الشمس في باب رح ينفتح لك ففي بداية جديدة أو رح تلتقي يعني مع شخص قريبا شخص جريد وهذا الشخص سوف يوفر لك شعورا بالأمان والاستقرار خليني شوف طاقتك يا برج السرطان حقيقة رح حط الأوراق عشان تشوفوها رح وريها للكون في الشيفة كأنه عم تفكر بناس من الماضي ناس كنت بتحبهم ممكن تكون العيلة لأن هذه قراءة عامة ممكن تكون العيلة أو شخص أنت حبيته يعني كأني حاسة أن الشخص هذا متزوج أو أنت بعلاقة تلاتية لأني شايفك غير راضي غير راضي يا برج السرطان تماما على الشي اللي صار يمكن لأنه كانت عندك أمنية ضاعت لأني شايفك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق أو عم تفكر بحدا بعيد عليك اكتشفت سواء أنه متزوج أو على علاقة بشخص تاني لأني عم شوف في مسافة بيناتكم احتمال كل واحد يكون في بلد أو محافظة يعني المهم في مسافة أو الشخص هذا بعيد عليك وطلع من حياتك ولكني شايفه بعد وفي تواصل فكأني حاسة أنه أنتو صلميت طالع لكم ورقة مرتين يا برج السرطان برج حنون شايفك رح تاخد موقف وهذا هو الشي الصح في عندك بداية جديدة في بداية جديدة جاية بطريقك فممكن مع شخص جديد يعني أو شخص من الماضي يعني بعدته عن بعض يعني هيك ولسه في ذكرى شايفه كأنك يعني عم عم تطالب يعني بعدالة أو بحكم عم تستنى شيء قرار فشايفك أنا يعني مرتبط بالماضي وبعدك قاعب قابع فيه يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي كأني عم شوف فيه حالة حالة من الافتقاد يا برج السرطان شايفك بيتراقب الشخص هيدا وشايف انه الفرح كذلك فيه من كون اللي عم شوفه تجاوز الوضع هيدا وصار الموضوع ما عم يفرق معه وصار عم يفكر بحاله وبحياته وأنا بهني الناس اللي بصلوا للنقطة هيدا خلينا نفجع أحب أقول شي كأني عم شوف يعني فيه من كون اللي متطلقين والشخص هيدا كأنه عم بفكر يرجع للكون فهي احتمال يكون تكون شي شغلة في الموضوع هيدا بالأيام الجاية للناس اللي متطلقين القراءة هيدا رح تبتدي من من 22 الى 20 او زيادة شوي في الشهر اللي وراه يعني في نوينبر لاني عم شوف الشغلة هيدا واردة عندي كثير رح نرجع لنكمل فمثل ما قلتلك وورقة الشمس كذلك قد تشير الى فرصة جديدة ستغير مسار حياتك يا برج السرطان لاني شايفة عندك فيه بداية جديدة وفيه تجاوز العراقيل كانت واقفة بطريقك رح تتجاوزها او كانت واقفة بالعلاقة يعني ممكن تكون شي عراقيل واجهتك يعني شغلات بالعلاقة هيدا طاعة لك ورقة السبن مع اني شايفة فيه ناس يعني بعدهم شايفاهم متعلقين يعني متل ما عم تشوفوا متعلقين بشغلة ممكن يكونوا متعلقين بشي حاضة من الماضي هيك او عم تشوف الموضوع هيدا معاقد وانا برجح الموضوع هيدا اكتر هذا بيقلك الورق يا برج السرطان يدعوك الورق الى التفاؤل والاحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة التي يتطلب منك القيامة بها الان فكر في اللحظة هيدا ما تفكر يعني بشغلات لسه جاية بطريقة فممكن الامور ستنقلب لصالحك واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلبها منك منك انجازها يعني اليوم يعني انجاز الامور وانهاء ما بدأت في عندي ابراج حاب اقولون بشمنزة يعني كل الابراج صراحة موجودة بس عم شوف الطاقة الهوائية كثيرة طاقة الترابية اه طور عزراء برج الثالث ميزان كذلك الميزان بصراحة موجود معنا ميزانيات موجودات عندنا في برج القوس والحمل والاسد الاسديون كذلك التوريون الجري تقلوني شوف الجوزاء صح الجوزاء موجود الدلو الدلو العقرب صراحة كل الطاقات موجودة تقلوني الحمل التور الاسد الميزان الجري العضراء الجوزاء يعني فيه طاقات اكثر ففي عندك يعني بداية جديدة مع شخص تشعر معه بالامن والاستقرار يعني لاني عم شوفك لانك قادر على تخطي العقبات ولكني يعني شايفة ان الحبيب يعني متمسك يعني موقفه وبفكر فيك فكأني شايفته اصبح بعد الشيء اللي صار اكتر حكمة واتزان كذلك شايفة الشخص هذا يعني كأنه تعبان من موضوعه فاذا كان متزوج فهو يعني تعبان من الوضع هذا وشايفان بفكر بالزواج بفكر فيك حقيقة فممكن يكون بفكر يعرض عليك زواج يا برج السرطان لاني شايفاه غير راضي عن الشيء اللي صار الشخص هذا غير راضي عن الشيء اللي صار فيه من كون المطلقين محاملين مسئولية تقيلة شايفاهم يعني اصبحوا منغالقين على انفسهم وبعدهم عم بيراجع الشغلات اللي صارت ولكني شايفك كأنه بعده في مشاعر يعني عندك تجاه الشخص هذا فالورق بيدعيك ان التقرب الى الله والصلاة والدعاء ويدعوك للنظر الى ما حولك خارج الافكار السلبية لانه بيقلك انه في تغيرات ايجابية جاية بطريقك وفي عندك بداية جديدة فلا تترك الفرص يعني تضيعوا منك فحقيقة مثلا في منكن اللي اللي ما كان متوقع انه الحبيب رح يعرضوا لخيبة امل سواء كانت خيانة او حبيب تركك واختفى او اكتشفت طرف ثالث او الشخص هذا تخلى عنك لاني شايفاك بعدك متأثر بالشي اللي صار واخت جنب كأنك مش مستوع بالشي اللي صار شايفاك يعني بعدت عن التجمعات وحتى عن الناس يعني في منكن اللي بعد عن الناس والتجمعات لانه الشخص هذا يعني كأنه كان مهم عندك وصرت عم تفكر بحالك يعني شايفاك متدايق زعلان يمكن لانه الشخص هذا يعني انت عملت شغلات كثيرة علشانه او حبيته بصدقه وكنت شايفه شغلة كبيرة او العلاقة اخدت وقت يعني السنة او تجاوزتها او سنوات يعني ولكن رغم هذا الشي يعني شايفاك انك ماشي ماشي نعم تشق طريقك لحالك كأنك حامل هم على ظهرك شايفاك شايفاك يعني احساس يعني احساس بالافتقاد فانت مفتقد الشخص هذا يعني حبيته كثير وكان بالنسبة للك شغلة كبيرة ولكني حب اقول لك انك رح تطلع من الادمان هذا من مشاعر الادمان والطاقة السلبية اللي كنت فيها ورح تنهي الصراعات اللي كانت عم تتعباك وكذلك طلعت لك يعني ورح تخلص من الشغلات هذه اللي تعبات كذلك شايفاك يعني رح تنهي التعلق او التفكير في العالم والعلاقة كنت فيها تعبان يعني خلاص رح توقف على رجليك كأنك رح تطلع من علاقة غير صحية لا تشعر فيها بنفسك كأن الشايفاك ماشي بطريق غير واضح وجيتك ورقة الليومينيشن الورقة هذه في عندها معنى كبير وهي تدعوك للتأمل لأنه بيقلك أن القط مثل ما بتشوفه هون القط قاعد القط يعرف أن الشمسة هي الشمس وهي تغدي كل الكائنات وتوفر الدفع هو لا يشكك في وجودها إنه يتأملها فقط أحيانا تكون الإجابة مباشرة أمامك فيجب أن تتأمل بداخلك يعني أن تتأمل الشغلات اللي جواتك وسوف تشعر أن كل شيء يتناسب فجأة معك دون فعل أي شيء بطريقة مختلفة فلا بسر الفكرة هذه أكثر يعني باللغة العربية فسوف تشعر أن كل شيء يناسبك فجأة تماما دون فعل أي شيء بطريقة مختلفة فأنت يعني بصدد إيقاض شيء ما بداخلك يعني في شيء رح تكتشف جواتك بإلك فقط ألقي نظرة وشعر بالضوء الذي يشع بداخلك إنه موجود وكان دائما فقط تذكر ذلك الورقة هذه عندها معنى كبير لإلك يا برش السرطان وهي ما إجت صدفة لإلك يعني في رسالة يعني أنت جواتك في شغلة أنت لازم تكتشفها فعموما شايفاك منتصر يا برج السرطان بعد خيبة أمل وفي عندك بداية جديدة وأخبار جديدة يا برج السرطان بالرغم من الشغلات اللي صارت وبالرغم من أنه ورا الورقة عم شوف في منكم اللي مطعون يعني برغم السيوف أو الظروف اللي صارت عم تطيح الشتوية وهذا فالخير عليك يا برج السرطان شو شو طالع لك بعد طالع لك في بداية جديدة جاية بطريقك فبديك تتفائل بدي يعني تغير الشغلات اللي جواتك حتى مهما كانت الظروف وفي أخبار حلوة شفت في أخبار حلوة جيتك يا برج السرطان إن شاء الله فإنت قادر تتجاوز الوضع أي كان يا برج السرطان حقيقة أنا طولت في الكراءة هذه لإني سحبت أوراق كثيرة يمكن نص الأوراق أنتم ما بتشوفوها لأنه شوية هيك الأوراق دخلتهم مع بعضهم فإن شاء الله خير يا برج السرطان لأنه بديك تتفائل لأنه عم طول عم شوفت في السرطان ياس بيقولوا ما في هيك وصار هيك وصار هيك إن شاء الله خير يا برج السرطان لأنه مهما طال الليل أكيد بيطلع الصبح على كل الناس وأكيد ما في شي بيضلع حاله بس الشغلة الوحيدة اللي بدي إقلك ياها إنه بديك تتفائل وتفكر تفكير إيجابي لأنه دائما بيقولوا ما تفكروا به هو ما سوف تحصل عليه فالقراءة كثير مبشرة وإن شاء الله خير يا برج السرطان وتحية للسرطانيين والسرطانيات وفي أمان الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة